العشرة بتوقيت جرناتش الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة نشرة اخبارية جديدة من دي ام سي اهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيس اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي جيو بايدن تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تناول الاتصال ايضا الاوضاع الاقليمية في الشرق الاوسط وخاصة الحرب في قطاع غزة حيث ناقش الرئيسان تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف اطلاق نار انساني بهدف حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والرهائن والاسرى وانفاذ المساعدات الانسانية كما جدد الرئيسان الموقف الثابت لمصر والولايات المتحدة برفض اية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج اراضيهم مع التوافق على حل الدولتين باعتباره اساس دعم الامن والاستقرار في الشرق الاوسط